حاجة كانت في قلبي منذ الصغر أنا قلت لك أن أنا دعيت ربنا أن يكون فيه تأثير أن صوتي يكون له تأثير ما أكونش يقارق قرآن وخلاص يعني مثل قارق مثل كل القراء يعني لا لا يعني تمنيت يكون فيه تأثير التأثير اللي هو يكون فيه حد يأسلم على صوتك يعني الإسلام ينتشر بطريقة مختلفة عن المعهودة يعني دائما تجد الإسلام ينتشر بالعلماء والعلماء الدين وهكذا ويكون فيه صعوبة علشان يلقوا على الناس تعاليم الإسلام لا هو القرآن بيوصل تعاليم الإسلام كده لوحده يعني لو ما قلبه يتفتح خلاص دخل بسرعة صحيح هل هناك يعني حادثة مميزة أو أو خالدة في الذاكرة بالنسبة لإسلام أحد الأشخاص هي أول مرة هي الخالدة في زهن لأنني كانت أول مرة دي كانت في أشانة 2009 في جنوب أفريقيا في كيب تاون كنت قرأت صورة آخر آل أعمران كان الحفلة كانت برعاية يعني كنا في مول مول تجاري وكانت برعاية كل الحاجات اللي بتبقى موجودة في المول يعني اللي هي المحلات والحاجات دي فيها يعني كانت طبعا حفلة أنا مش متوقع أن هي تكون لها تأثير يعني حفلة حفلة يعني آآ شوية آآ مش جماهرية يعني حاجة فأثناء القراءة وجدت الناس آآ في المول تأتي تسمع الصوت تأتي مش مسلمين يأتوا يدخلوا 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 فوجئت لقيت آآ بعد ما خلصت آآ أتى شخص إلينا و قال لنا يعني آآ سألنا أنتوا آآ بتعملوا إيه وما هذا يعني هذا الرجل بيعمل إيه يعني يعني عليا يعني ما يعرفش طبعا لفظ الشيخ يعني فقالوا له ده احنا قرآن وكذا 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 قال بس يعني صوته صوته أثر فيه خالص صوته جميل آآ هو قال كده يعني لوها أول أنا بقول الكلام اللي قاله يعني اللي هما وصلوا لي يعني فما هذا يعني طبعا أخدوا الإمام وقاعد يفهمه طبعا بال بالدبلوماسية ولحد ما أعلن إسلامه فورا وقال لهم اشرحوا لي كان بيقول إيه فشرحوا له آيات اللي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر الآيات فشرحوا له فأعلن إسلامه فورا وسمى نفسه عبد الخالق بمناسبة الآية إن في خلق السماوات والأرض فسمى نفسه عبد الخالق دي اللي أثرت فيه لأنه أول مرة وسجدت لله شكرا وصليت كتير شكرا لله يومها وبعد ذلك توالت بقى الحمد لله كيف حددكم حددهم هو في جنوب أفريقيا كانوا اتنين كانوا تلاتة اتنين أثناء الحضوري وواحد بعد مروحة مصر سمع لأن كانوا بيزيعوا الحفلات يعني مباشر في التلفزيون وفي الراديو وكانا تلاتة جنوب أفريقيا والتلاتة كانوا في بريطانيا برضو شباب واحد في فرنسا طبعا ده اللي أنا أعرفه ده اللي أنا أعلمه يعني اللي ما أعلمهوش ومؤخرا في رمضان الماضي اللي قابله لي صديق في إيوكرانيا صديقي ده كان سبب أنه بيشغل تلواتي لأصدقاؤه هناك فأسلم عشرة من أصدقاؤه ترجمة نانسي قنقر